موسيقى يكمل الصفدي حكى أنه كان في الديوان جالسا فدخل بعض التتار ممن لا له وجاهه راكبا فرسه فساق إلى أن وقف بفرسه على بساط الوزير يعني هذا لما صار ابن العلقمي صار وزيرا في زمن هولاكو يتحدث يذكر الصفدي هذه الحادثة يتحدث بهذه السالفة الخزعبلة الأسطورة لنرى ماذا يقول يقول فدخل بعض التتار ممن لا له وجاهه راكبا فرسه فساق إلى أن وقف بفرسه على بساط الوزير وخاطبه بما أراد وبال الفرس على البساط وبال الفرس على البساط وأصاب الرشاش ثياب الوزير وهو صابر لهذا الهوان يظهر قوة النفس وأنه بلغ مراده أقول قال حكي أنه إنها سوالف عجائز إنها سوالف عجائز وروزخونيات تيمية ومن شاء فليؤمن يكمل الصفدي وبال الفرس على البساط وأصاب الرشاش ثياب الوزير وهو صابر لهذا الهوان يظهر قوة النفس وأنه بلغ مراده وقال له بعض أهل بغداد يا مولانا أنت فعلت هذا جميعه وحميت الشيعة حمية لهم وقد قتل من الأشراف الفاطميين خلق لا يحصون وارتكبت من الفواحش من نسائهم وافتضت بناتهم الأبكار مما لا يعلمه إلا الله تعالى فقال ابن العلقمي بعد أن قتل الدوادار ومن كان على مثل رأيه لا مبالاة بذلك أقول قال يظهر قوة النفس وأنه بلغ مراده فقال ابن العلقمي بعد أن قتل الدوادار ومن كان على مثل رأيه لا مبالاة بذلك وهذا تكذيب آخر لخرافات تيمية فقد صرح ابن العلقمي بنفسه وحسب زعمهم أنه مهما حصل ووقع ويقع منه هلاكا والمغول فإنه لا يقارن أبدا بما حصل ومع ما حصل ووقع من الدوادار وابن الخليفة وابن الجوزي وأزلامهم فابن العلقمي راض ومرتاح وفرح بوضعه مع هلاكا ما دام تخلص من الذل والهوان الذي كان فيه أيام دوادار وأزلامه حسب زعم التيمية كل هذه نحن نتحدث حسب ما يقوله التيمية وما يزعمه ويكذبه التيمية نناقشهم على أكذباتهم وعلى أساطيرهم فإذن أين الذل والهوان والغم الذي وقع فيه ابن العلقمي بعد غزو المغول وأين ندمه على فعلته كما يدعي ابن تيمية ورفاقه